أصدر محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة قرارا بتكوين غرفة عمليات لإدارة النقد بالمصارف لتوفير النقود بالصرافات الآلية وذلك لمقابلة احتياجات العملاء خلال فترة عيد الأطحى مكونة من مديري عموم إدارات بنك السودان وشركة الخدمات المصرفية وممثل المصارف وأمين اتحاد المصارف وقالت ماجدة عبدالوهاب مديرة الإدارة العامة للإصدار إن الغرفة اجتمعت خلال اليومين الماضيين وتمكنت من عمل ترتيبات تبادل فوائد الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية ومع بنك السودان المركزي من ناحية أخرى فيما أكد سامي عبدالحافظ البتحدث باسم البنك المركزي أن غرفة إدارة النقد تابعت استلام الأرصدة النقدية من بنك السودان إلى جانب تسليمها للمصارف التجارية لضمان تغذية الصرافات الآلية طوال الفترة المذكورة كما عملت على متابعة السداد أي شيكات مقدمة للمصارف خلال الأيام السابقة من الوزارات والوحدات الحكومية وأشغط إلى أن الغرفة ستستمر في متابعة الموقف يوميا حتى نهاية غطلة عيد الأطحى المبارك